في البداية عنا يامس اللي صار كالتالي العالم افوغادرو درس العلاقة ما بين حجم الغاز وكميته ولما اجي احكي لك كميته انا قاعد بحكي عن ايش بحكي عن عدد مولات اذا انا لما احكي عن كمية قاعد بحكي عن عدد مولات طيب فعليا شو علاقة الحجم بعدد المولات فعليا وصل العالم افوغادرو الى انه الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة يعني شو ما كان نوع الغاز اللي عنا بتحتوي على العدد نفسه من الجزيئات لما تكون الظروف نفسها اللي عند حرارة وضغط نفسهم تمام فكيف يعني خلينا نفهم الموضوع صح طيب يا مس هلأ نفترض انه انا عندي وعاء في مثلا اتنين لتر من الاتشتو فعليا نكتشف العالم افوغادرو انه الاتنين لتر من الاتشتو حيث انه عدد جزيئات الاتشتو هون مساوية لعدد جزيئات الاتشتو هون فبما انه ثبتنا الحجم معناته عدد الجزيئات ايش ماله بده يكون في عنا متساوي فبحكي لنا الحجوم المتساوية من الغازات يعني ما يكون في عندي حجمين غازين مختلفين بس كل واحد فيهم نفس الحجم يعني احنا ثبتنا عنا الحجم اللي هو اتنين لتر من الاتشتو بساويلي اتنين لتر من الاتشتو حيث انه عدد جزيئات الاتشتو لما يكون حجمها اتنين لتر بساويلي عدد جزيئات الاتشتو لما يكون حجمها ايضا اتنين لتر طيب بعدين منحكي فعليا نصف قانون أفوغادرو إنه العلاقة بين ضغط كمية محددة من الغاز تمام طيب خليني أحكي لكم هون ركز معي مس درس العالم أفوغادرو العلاقة بين حجم الغاز وكميته هلأ هون أفوغادرو فعليا درس العلاقة ما بين حجم الغاز وكميته هلأ نصف قانون أفوغادرو بس هون عدلي إياها وأكتب إنه نصف قانون أفوغادرو اللي هو الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي على العدد نفسه من الجزيئات عند الظروف نفسها من الضغط ودرجة الحرارة تمام هاي عدلي إياها عندك تمام فما تاخده بالطباعة هون فخد بإنه قانون أفوغادرو مص على إنه الحجوم عندنا المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي لي على العدد نفسه من الجزيئات عند الظروف نفسها من الضغط ودرجة الحرارة وشرحت لكم الفكرة بشكل مبسط عندنا هون هلأ فيما بعد وجد إنه حجم واحد مول حجم واحد مول من أي غاز موجود عندنا في الظروف المعيارية شو هي الظروف المعيارية بيكون عندنا الضغط مساوي لا واحد ضغط جوي واحد أتموسفير وعندنا درجة الحرارة صفر سليسيوس تمام فحجم واحد مول من الغاز في الظروف المعيارية تمام بيساوي 22.4 لتر إذن أرجع أعيد لك الفكرة عشان تقدر إنك تفهمها وبسهولة تحفظها حجم واحد مول تمام من أي غاز موجود عندنا في الظروف المعيارية بيساوي لي 22.4 لتر طب شو هي الظروف المعيارية لما أجل أحكي لك الظروف معيارية يعني ظروف هاي قياسية بدها تكون مثبتة بيكون عندنا الضغط واحد أتموسفير ودرجة الحرارة صفر سليسيوس تمام طيب ففعليا نبلش بالنقاط شوي شوي منحكي العالم أفو قادر درس العلاقة بين إيش وإيش تحكي ليامس درس العلاقة ما بين كمية الغاز وحجمه تمام يعني هو درس العلاقة ما بين في وكميته حكيت لك ما أحكي كميته يعني أنا بحكي عن عدد مولات اللي هي من رمزلها بالرمز أن تمام اتوصل هون إحنا نحكي عن نصف قانون أفو قادرو الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي على العدد نفسه من الجزئات عند الظروف نفسها يعني لما نثبت الحرارة والضغط تمام طيب وتوصل عنا لمفهوم سميناه الحجم المولي للغاز شو هو الحجم المولي للغاز لو حكيت لك عرف الحجم المولي للغاز بتجي بتحكي لي ماس الحجم المولي للغاز هو حجم واحد مول من الغاز في الظروف المعيارية بتحط بنقوس عنا اللي هي واحد أتموسفير أو واحد ضغط جوي وصفر سليسيوس يساوي اللي هي 22.4 لتر إذن الحجم المولي للغاز هو حجم واحد مول من أي غاز في الظروف المعيارية ويساوي 22.4 لتر هذا هو مفهوم الحجم المولي للغاز تمام هلا ميس زي ما احنا شايفين عنا هون بالرسم هذا موجود الرسم هاي عندكم بالكتاب فمثلا لو اخدنا نفترض انه الان اتش ثري الاتش تو او ال او تو والاتش او الهيليوم تمام فعليا يا مثلا ما نثبت الحجم يعني مثلا اخدنا من هذا 3 لتر 3 لتر 3 لتر 3 لتر 3 لتر عدد جزيئات الان اتش ثري مساوي لعدد جزيئات الاتش تو او مساوي لعدد جزيئات ال او تو مساوي لعدد جزيئات الهيليوم ليش؟ لانه دائما الحجوم المتساوية من الغازات بتدللي على انه الغازات بتحتوي على نفس العدد من الجزيئات طيب قانون أفوغادرو زي ما أخذنا القوانين الثاني في عنا قانون رياضي لإلوه حتى نستطيع حساب عدد المولات أو الحجب بما إنه إحنا درسنا العلاقة ما بين الحجم وكمية الغاز أو عدد مولات وحكيت لك لما أحكي كمية الغاز يعني أنا أعدي بحكي عن عدد المولات طيب فقانون أفوغادرو منعبر عن قانون أفوغادرو رياضيا على النحو التالي طبعا في قانون أفوغادرو إحنا منثبت الضغط ومنثبت الحرارة وحكيت لك دايما هاي زي ما بنحكيها الشيفرة بيني وبينك مجرد ما أحط الرمز جوه دائرة معناته هذا مثبت هذا مثبت فعند ثبوت الضغط والحرارة بتتناسب عنا الحجم بيتناسب طرديا مع عدد المولات فيجا بيحكي لنا V بتساوي لK اللي هي ثابت التناسب تمام ضرب N بعدين طلعنا بمعادلة إنه ثابت التناسب بساوي لV على N حيث إنه انقسم على N وانقسم على N فصفت لثابت التناسب بساوي لV على N فبالمحصلة وجد قانون اللي هو إحنا منحكي عنه قانون أفوغادرو إنه V1 على N1 تساوي لV2 على N2 طبعا V1 اللي هو الحجم الابتدائي للغاز N1 عدد مولاته الابتدائية هلا V2 هون عنا اللي هو الحجم النهائي للغاز وN2 اللي هو عدد مولاته النهائي طيب تمام التمام إذن هون منعبر عن حجم الغاز وهون عن عدد مولاته بنا ننتبه 1-1-2-2 تمام هاي إجينا نحكي 1-1-2-2 انتبه ما تخربط عنا بالنهائي والابتدائي وهكذا طيب تمام اتعودنا حجم الغاز بدي يكون بالليتر وعدد المولات بدأت تكون هي بوحدة المول تمام إذن قانون أفوغادرو يجب يحكي لك أنا حطتها القانون طب لازم يفسره حسب نظرية الحركة الجزائية أكيد ما مش رح يعطينا قانون بدون ما يعطينا تفسير لفرضيته وقانونه أيضا فعليا يجب يحكي لنا بناءا عن نظرية الحركة الجزائية اللي صار كالتالي زيادة عدد مولات الغاز بتزيد عندي من عدد جسيماته يعني أنا لما أحكي لك 2 مول من غاز الأوتو هل تساوي لي 1 مول من غاز الأوتو تجب تحكي لك يا مصنبين 2 مول يعني كمية أكبر يعني عدد جزيئات أكبر طب 1 مول يعني كمية أقل يعني عدد جزيئات أقل فإذا بيحكي لنا إنه زيادة عدد المولات يعني أنا لما أزيد أن بدها تزيد عندي عدد الجسيمات بالتالي عدد الجسيمات لما تزيد أكيد بده يزيد عندي عدد التصادمات يعني أربع جسيمات عندي تتصادم بوعاء هل تصادمها رح يكون بقوة لما يكون الوعاء بيحتوي لها على مليون جسيم مثلا؟ أكيد لا في فرق شاسع ففعليا زيادة عدد المولات بتأدي لي لزيادة عدد الجسيمات بالتالي بتأدي لي لزيادة التصادمات هذا الوضع الطبيعي تمام؟ فبتزداد عدد تصادماتها مع جدران الوعاء لكن إحنا هون بقانون أفوغادرو الضغط ثابت ودرجة الحرارة ثابتة تمام؟ فمع زيادة عدد التصادمات لا الضغط قادر يزيد ولا الحرارة قادرة تزيد بما أنهم ثابتين فرح نتطر من زيادة الحجم فالحجم أكيد عنا بده يزيد لهيك زيادة عدد المولات زادت لعدد الجسيمات زاد التصادم فيما بينها وأيضا مع جدران الوعاء بالتالي الضغط بصير بده يرتفع لكنه مثبت مش رح يقدر درجة الحرارة لازم ترتفع بس مش رح تقدر بعدين بنلاقي إنه هذا ثابت وهذا ثابت ما في عنا حل إلا نرفع الحجم فالحجم تلقائيا بيرتفع فزي ما إحنا شايفين هون عدد جسيمات أقل عدد جسيمات أعلى هون عدد مولات أقل عدد مولات أعلى الوضع الطبيعي لما البرشر ثابت اللي هو الضغط ودرجة الحرارة كمان ثابته زيادة عدد المولات زادت تصادمات فزاد لي الحجم تمام طيب إذن هذا تفسير نظرية أفو قادرو فحكينا أفو قادرو فعليا طلع لي بقانون فاسترلنا قانون وبناء عن نظرية الحركة الجزائية هلأ وقت نحل أسئلة على قانون أفو قادرو الأسئلة على قانون أفو قادرو جدا بسيطة وجدا سهلة تبعا إلى إنه القانون عنا أصلا بسيط تمام ترجمة نانسي قنقر